السلام عليكم يا سلامة ثانية اخباركم ايه معاكم مستر محمد جلال في فيديو حل الهومورك الاول من كتاب المعاصر طبعا احنا عارفين احنا بناخد الهومورك بتاعنا صرف من كتاب المعاصر علشان فعلا تقدر انت تجمع كل الافكار اللي موجودة في كتاب المعاصر غير لانت كيفية بيكون متضرب على اسئلة من نوع عالي شوية في كلاس ووكشيت بتبقى متجمعة من المعاصر ونجوة وبنك المعرفة ومن المصادر التانية عديدة جدا ومن كتب خارجية عادية جدا فالهومورك بقى بنسيبه ان هو يبقى كله من المعاصر فعلشان كده بنحل معاك تعتبر اول هومورك في كتاب المعاصر يلا بين ندخل عطول في السؤال الاول معان بلاكزموشن اف اباضي ان اسير كرار باس وز ايه كونستانت سبيد دي تعتبر ايه ما تعتبرش اساتي موشن ليه لان اساتي موشن ما عنداش كونستانت سبيد اللي سبيد فيها بتتغير اما الايه اللي عندنا كونستانت سبيديا مستار البييوديك موشن احنا قلنا لو انت شفت كونستان سبيد بيوديك موشن انما لو السبيد مش سبته بتتغير يبقى كده اساتي موشن طيب زي موشن اف اسوينج قلنا اسوينج بتاع الجتار اول هو مين اول هو الوايرز اللي موجوده في الجتار دي تعتبر ايه اساتي موشن اللي سبرينج فورك اللي سبرينج و اللي سترينج خلي معلك اوعى تنسى اللي سبرينج كده الواير و باكده اكس تانى اهو اهو ده كده مين البندران بتاعنا عش نعمل complete oscillation طيب يلا بنا ندخل على السؤال اللي بعده question number 4 in the opposite figure a body moves in a oscillatory motion so the distance which is moved by the body doing a complete oscillation للفة كاملة oscillation كاملة طبع ديه ما اللفة كاملة اسطي بربعة amplitude تعال بينا نشوف اول حاج دبل الدستانس فبين E و B E و B ادي amplitude ادي اثنين 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 ما تنفعش لانها تعتبر نص ويف مش ويف كاملة طيب دبل الدستانس بي سي تعال بينا انبص principe B ses CE eighteen amplitude ادي اثنين الدبل بتاعهم اثنين فياتنين داكرة ampere tude دي تانى يعاني اثنين amplitude هو عاوز باعةhow will طبع 2 ampere tude typicallyå 4 ampere tude ا qualche طبع بينا حرف الدستانس ما بين E و C طبب بص لو انت ج tenants بص WHI é zero c de اصلا ممممممممممممممممممممما οC dan IC 速度 قيم helmets يعني ويف subs أربع مرات البي سي طب بي سي ده أمبيتيود قلي 2 يبقى 2 أمبيتيود أربع أضعفهم 4x إضافة 4 يبقى 8 أمبيتيود إحنا عرفين الويفاية الكاملة أو الكمبيوتر سيشن كام أمبيتيود أربعة أما الثمانية دول يبقوا إيه يبقوا كده يعتبروا 2 ويف فغلط فالإجابة الصحة تبقى البي إذا بنتخل على كوشن نومبر 5 The opposite figure shows a simple pendulum vibrating with an أمبيتيود إيه يعني الأمبيتيود من هنا إيه ماشي ومن هنا هنا إيه ومن هنا هنا إيه طيب has moved from position x للposition y then to position x يعني ماشي من x لل y وبكى لل z The magnitude of displacement خليبك الإزاحة الإزاحة هي shortest distance ما بين start point والend point يعني من أول هنا لحد هنا طيب من أول هنا هو بدأ من هنا start وإنت هنا end صحيب أمشي كده فكده displacement تعتبر إيه واحد طيب عايف لو كانت سأل عن distance اللي هو مشيها ال distance اللي هو مشيها هو مشي amplitude اثنين تلات لو سأل عن distance يبقى ثلاثة amplitude أما لو سألك عن displacement فأنت كابتك كلم عن amplitude واحدة بس طيب نبدأ ندخل على number 6 if in an oscillatory motion the ratio between the time of an amplitude and the time of complete oscillation هو عاوز يغف منك time بتاع amplitude على time of complete oscillation طيب ما انت عارف ان ال oscillation الكاملة 4 time of amplitude دي ال oscillation الكاملة أو predict time الكاملة بياخد 4 time of amplitude طيب time of amplitude مع time of amplitude يبقى كام الإجابة ربعة دا لو انت تعملها mass دا لو انت تبع جادة قوي بتعملها mass طيب انت بالمنطق بالفيزيائي كدر حسة فيزيائي وقت ال amplitude الواحد يا طبع دي من ال wave الكاملة مش ال amplitude ربعة ال wave يبقى الوقت بتاع amplitude يبقى ربعة طيب من ال wave ببساطة ببساطة على طول كده ما تريدش تعملها زي كده mass وحورات اعملها بدماغها كعم طيب خش اعطوها number 7 in which of the following figures this is the distance between x y representing an amplitude of vibration يعني عاوز من x y تبقى amplitude هيا واحدة بس يعني ربعة ويفة من هنا x y قدي amplitude هيا فعلا صح من اعلى position من ابعى position للrest position قدي amplitude هيا دي تنفع خش على b من x لل y خلي بالك من x للنقطة دي دا الرست position قدي amplitude ويبقى من ال position دي الرست position لحد y amplitude دي يبقى دا 2 amplitude فده غلط هنا من x لل y بص ال y اهو وده رست position وده ال x من x رست position amplitude ومن رست position لحد ال y amplitude قدي 2 amplitude فده غلط تبص ال amplitude هنا منين من النقطة دي للنقطة دي amplitude او من النقطة دي للنقطة دي amplitude وما هو ماشي منين من x لل y دي كده تعتبر displacement بس مش amplitude دي displacement بس مش amplitude فده غلط فيبقى الإجابة الصحة مين number 8 هلا بينا ندخل مع بعض على question number 8 the opposite figure shows a string vibrating with a periodic time t so the time taking to reach the maximum displacement هو ال periodic time زمن اللفة كاملة اللي بتعمل 4 amplitude 4 amplitude بتي ماشي يبقى الامبليد وهي الواحدة ده انا ايه لها لك كمعلومة تعتبر ربع تي يبقى الواحد amplitude بتسوي ايه؟ ربع ال periodic time طب ربع periodic time ما ممكن تكتب 1 في تيارة 3 تبقى تيارة 4 تيارة 4 او ربع periodic time اللي اتنين نفس الحاج تيارة 4 او ربع periodic time نفس الحاج بيقولك يعني ان الزمن عشنا اوصل ل maximum displacement يعني maximum displacement يعني amplitude فوزي اعرف منك زمن الامبليد الواحد قديم من الواف ما الامبليد الواحد يا معلم يا طب ربع ويف يبقى ياخد ربع time بتاع الواف الكامل يبقى ياخد ربع periodic time حلو الكلام؟ حلو يا مست يارة بيخش على number 9 The periodic time often oscillating simple pendulum is the time taking by the pendulum but to pass two successive times through a point in its path when this point is بص هو دلوقتي باندرا حلو علشان يعدي من نقطة مرتين هو بدأ منين يا عم عشان يعدي من نقطة مرتين في same direction بص كده لازم يعدي من نقطة مرتين ماشي ويكون في طريقه يبقى هو بدأ منين يا معلم بدأ من هنا ليه لان نفطيه هلقي اكروب المزيشن وبعد كده يعدي كده وبعد كده يرجع تاني عشان يكمل كمبيت ويذي بعد دمين خير اكروب المزيشن مرتين طيب علشان كده بق معلش كده سأنا نجيب الاستيكة بقى تاني هو يبقى هو كده بدأ منين بدأ زي ما انا قلتاك كده من عند position number one أو ممكن يبدأ من position number two يمشي كده يعدي في الايه في الرست وبقى راجع معدي من الرست يبقى كده هو بدأ منين من ابعد نقطة من الاكروب المزيشن يبقى هو كده بدأ منين من عند الماكسام ديستيشن اوي فروم الاكروب المزيشن بدأ من ابعد نقطة حلو الكلام هذا الكلام حلو جدا والسؤال اليه تحسد انه ريخي وخي LORD تفكيره لانه على الاخبارك كلك طيب ما نبداء من الاكروب المزيشن لا هو عدا من الاكروب المرة 3 بستماس هوا بيعدي من ان هى نقطة ما بيسألكش هوا بيعدي من ان هى نقطة هو بيسألك انه هو دلوقتي ايه النقطة المقد أن طيب الى بدأ من عندها ايه لها عدا من متى ديستيشن هو عدا منين بفادي بوسك ايه هذا انطحوا دايما عادي دايما عادي مرة تانية بوصه لو انت حتى وبدأ من هنا يعني فهو مشي مرة كده وعد عادي مرة تانية وعد كده عادي 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 مرة تانية فهمت الكلام هو كعد عادي عادي مرة تانية ولا بعض طيب نركز بقى مع بعض كده في number 10 number 10 بينه the opposite figure shows a person measuring his pulse rate ببدأ نوي إصدابة قلبه فلقى 75 bit per minute عدد الضربات القلب 75 و time become one minute ينفع سيبها minute ينفع سيبها minute قلتك بالإيه؟ بالsecond صح يبقى دول 60 seconds حلو الكلام يا مسد فوعظ يفع منك frequency و predict time طب بص بركز معي frequency ما لاش غير قانون واحده frequency بتسوي n على t طيب يلا frequency انا قدر يجيبها ازاي n على t فأنا بعمل 75 على 60 65 على اللفات وال60 طيب يتلى مية 1.25 hertz اهو فأنا كده مش مية اول حاكتين دول طيب بلكن ندخل على predict time طبما predict time همكن اجيبه من طريقين يا اما اجيبه total time على n اول انا اجيبه ازاي اجيبه بكل بساطة واحد على frequency تعال نشتغل بالطريقتين اول مرة اجيب predict time واحد على frequency فهم الواحد على 1.25 فيطلب ما يزيو 0.8 دف ثانية او اخذ predict time ازاي total time على n يبقى معي t over n 80 بكم 60 وعدد الضابط القلب وعدد الضابط وعدد الضابط 35 45 فطلب ما يزيو 0.8 فمش مهم طريقا انت تستخدمها انت وكتستخدم اكتر من قانون فيتعالك نفس الاجابة فاوستستخدمها كده ماشي اوستستخدمها كده ماشي الاحلالي انا بفضل ايه بفضل لو مديك frequency جيبها على طول 1 over frequency اش ما توجهش ادماغك ماشي طب لو انت جيبت predict time وعاوس frequency والfrequency تسوي واحد على predict time برضا اش ما توجهش ادماغك طب الناس اللي بتغلط في الحسابات وبتغلط على الآلة ايه هو هتستخدم الجيف انت جبته لانت هسيبه مرة n على t ومرة تاني t على n اشي انت لو انت هنا خلي بالك لو تعطي ال frequency غلط يبقى predict time هو كمان ترى غلط فانت ايه ضاية فشوف انت تعملها ازاي الطرق الناردتال كله وانت شوف الاريح ليه طبعا اجابة تطلع number c اهي هتطلع طب يلا بيا مع بعض ندخل question number 11 break if a vibrating object takes 0.1 second to complete one oscillation عمل لفة كاملة في 0.1 second يبقى ذلك periodic time 0.1 a second بتاعك حلو حلو جد then the number of complete oscillation made during 100 seconds يبقى ذلك total time طب معنا ان total time هو 100 seconds يبقى ذلك كام oscillation بكل بساطة احطي جدولي الجاميل total time equal t over n طيب الت over ال n بعملها ازاي انا t over ال n دي باخد ايه total time lower 100 ماشي اهو عاوز مين هو عاوز مني ال n اصلا اهو مدي تي و تي معلش عاوز مني ال n طيب ال n بجيبه ازاي t over n اهو t over total time total time بتاعي 100 وال predict time بتاعي بكام ب 0.1 يبنى من هنا يا مستر اقدر اجيب من ال n بتاعتي بكام هتطلع مية ب 1000 يعني يا مستر ركز لي تاني بقى اشان اتوهت منك انت ارخبطت فانت ارخبطني ولا ايه بص مش هو عاوز منك ال number of computer station يعاوز منك الناية مديك ال predict time عاوزت منين دي بص اروه مديك timing تمام لو مديك timing ال time اللي هو عمل في لفة واحدة ده periodic طب وال time الثاني ده total time حلو؟ ال time اللي عمل في لفة واحدة ده periodic وال time الثاني ده total time انت معاك الاثنين هم هتاخد total time تقسمه على periodic time هتاخد المية تقسمه على z.1 يطلع معاك ال الف الاجابة تطلع معاك من؟ السي حلو كده؟ جميل يا مستر يلا خش على السؤال اللي بعض السؤال اللي بعض بيقولك ايه the opposite graph presents the relation between the number of oscillations مديك N from an oscillating source فعاوز ال frequency بكام؟ طب بص او ما تشوف جرافة نوتاك تعمل لي حاجة واحدة بس في حياتك او ما تشوف جرافة تجيب لي اللي slope slope equal Y على X او اللي equal A بقى N على T من هنا طب انت شفتش N على T دي في حتة؟ شفتها يا مستر دك عندي مسلس كده بيقولي frequency equal N على T فما انو T بنا كده ما يمين frequency سبحان الله بيسألني عن مين؟ عن frequency يبقى frequency هو ال slope تاخد الرقمين دول تسمعها لبعض او لاني طالب من ال origin فتاخد دعا دعا طول يبقى 800 يمست على 40 فيطلق ما يبكام ب20 hertz او 800 على 40 تطلق ب20 hertz طب يلا بينا ندخل ال question اللي بعضو يلا بينا يا مست which of the following graphs presents the relation between a predict time of a simple pandemic and number of oscillations made طيب هل predict time بتقصر على اللفات؟ لا طبعا اذا كان بيقولك predict time ده زمن لفة واحدة زمن لفة واحدة فانت لو لفت 10 لفات 20 لفة 30 لفة انا مالي ما هو زمن لفة واحدة بس فما بيتقصرش تمام؟ حتى في كتاب السامري بتاعتك او في الصفحة بتاعت الشرح هتلابول لك predict time ما بتقصرش بال number of terms أو number of oscillations ولا frequency بتتقصر بال number of oscillations خالص طيب يلا بينا ندخل لك question number 14 بيقولك which of the following graphs represent the relation between the frequency وال predict time او زخرة بين frequency predict time ما بصت على المثلث بتاعنا الجميل frequency cut one over predict time يعني one over ما ليش اوه كده دي كده فوق ال one وتحت كده مين عندي ال periodic time يعني معنى frequency equal one over predict time كل periodic time زادت frequency قلت لانهما علاقة inverse طيب اه دي ال inverse ههو يا مست طب خلي بالك لو هو عمل لك graph frequency و T و عمل لك علاقة كده خط ما تخترهاش ما تخترهاش دي inverse بس inverse لو فيها minus inverse لو فيه minus انما ده ال inverse non uniform والعاقة بينهم inverse non uniform يا مستر انا مش شاف ايه الفرق ما بين الجراف ده و الجراف ال state line اصلا ادخل هنا على القناة اللي اسمعها محمد جلال ابحث علي على اليوتيوب لو انت متتفاجه على فيديو ده في اي حتة تانية غير يوتيوب وتفتح بليلست بليلست دي اسمها ايه يا مستر اسمها على القناة او قيمة تشغيل كده اسمها على القناة بيزيكس أو فيزيكس ببلاش عادي جدا تقدر تدخل عليها ببلاشة عادي جدا على القناة بتاع تسمع ايه محمد جلال هتلاقي فيديو اسمه جرافس اتفرج على الفيديو بتاع الجرافس وتبسط قوي عاوز بعدها تبدأ تبص على فيديو اللي اسلوبس اجمل واجمل واجمل تبخش بقى كده لو انت عندك مشكلة في العلاقات الديكت والانفلس وكده اتفرج والله تدعيدي ماشي ادخل بس على الثلاثة دول وهتبسط بسطة مفيه زائر مفيه سؤال غراف ولا ولا وات happened في الفيزيكس وهيقف معك تاني بعد الثلاثة فيديو الدول كل الفيديو فيه ما بيكملش عشر دقيق وبع السعر بكتير او فهتفرج عليهم وهتبسط بالزبط 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 هتخش على اي سؤال ولا هيفر معك ولا جراف ولا relation ولا slope على طول هتدوس عليهم كله طيب يلا بينا ندخل عليك question number 15 there two simple pandems x و y are oscillating the ratio between the periodic times كذا tx على ty is ربع فratio between frequency كامتة ما نسألك periodic time inversely مع الfrequency فلو tx على ty بتسوي ربع ربع كده يبقى ده معنى frequency ده x و y يبقى ده frequency y على frequency x بيسوي ربع طيب ارز مني frequency x على frequency y يبقى انا اعكس frequency x على frequency y مش ده كان بيسوي ربع يبقى يسوي ايه 4 على واحد لان انا عكست اللي تحت بقى فوق فبمئنى x تطلع من تحت الفوق يبقى الفوق تطلع من تحت الفوق برده ببدل طب ده اللي الطالب اللي بيعملها ماس برده تاني تطلع فاروان طب الطالب اللي اول ناصح مش هو عارف ان frequency عكس الperiodic يبقى لو دي ربع يبقى تاني 4 روانة على طول من غير ما يوجد دماغه ده الطالب السريع وانا بحب الطالب السريع انا ده انا بحبه جدا 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 ده انا في قلبي ده خلاص طب اللي بيينجز وسريع وعارف العلاقات ده كده اللي نلسو كتبولك عليه لو انت تتفرج على الفيديو بتال relations وعارف فرقة ما بين حاجة تليك كده في الفيزيك طب ما شاء لك فتبقى فرقة على 1 طيب يلا بي ندخل على question number 16 in the opposite figure if the pendulum takes one second لاش يتحرك من x لل y يتحرك من x لل y محتاج ثانية اوبا طب دي ليه طريقتين للحل ركز معي من x y ثانية هو ده كده amplitude وللتنين تنين amplitude ادي amplitude ودي التاني صح كده طيب اتنين amplitude يا طب وكام ويف كام ويف طب ما نعلم في الامpitude الواحد بيسوي ربع ويف يبقى اتنين في ربع يبقى دي كده كام نص ويف انا كي جبت عدد عدد اللفات او عدد ال ويف الان ومعي الطايم اعرف اجيب الفريكنسي اه اجيب الفريكنسي بكل بساطة اهو فريكنسي ايكول ان على تي يار يبقى الفريكنسي عندي ايكول ان على تي ماي عدد اللفات بي كام بنص ومعي الطايم بي كام بوان تطلع معي فريكنسي بنص هيرتز بطريقة بسيطة طب في واحد تاني بقى يفكر فيها طريقة تانية خالص يقولك طب بص يا مستر انا فقرتش فيها كده قول لي طيب يا باطل فقرت فيها ازاي قال لي يا مستر امش من اكس الواحد ده اخد وان ساكند طب ما انا اجيب بريدك تايم بريدك تايم ان هو يرجع تانية بلحد الاكس يبقى ده وان وده هيرجع اكيد في one second زي يبقى predict time بتيب كام بtwo seconds ده one اهو وده التاني ده اثنين amplitude وده كده اثنين كمان يبقى اربع amplitude وتبقى انا معي اربع amplitude يبقى انا كده معايا الزمن اللفة الكاملة يبقى معايا لفة كاملة اربع amplitude يبقى معايا زمن اللفة الكاملة لهو كام اثنين ساكند ام جايب frequency equal وان على predict time لهو وان على two اللي يبقى كام بهاذ اهو صح؟ جي بتاعك كده أو جي بتاعك كده إيه لتنين واحد وإنت لتنين بط عاش بجد أنا بحب بصراح لأن أديك أكتر من طريق حل علشان أشوف كل الطبرة وطبع ما بتحلش زي بعض فعلشان الفيديو ده منتشر للجميع ولو إنت عندك أي واحد صاحبك تانية سنة ويتقدر تبعث له الفيديو لو بيحل من المعاصر عادي جدا يبعث له الفيديو وخليه تفرج وخد حسنات أنت كمان خليها صدقة أي المليك والأهلك تمام؟ ولاي أنا كمان طيب يلا بينا ندخل على السؤال اللي بعده question number 17 a vibrating body takes 0.1 second to reach maximum displacement away from its position الفيديو نسي بكام تبص هوينا بيقولك التايم ده أخد عشن يوصل للمكسام ايه displacement المكسام displacement تروا مين amplitude قلنا يبقى ده time of الامplitude تعرف تجيب الفيديو إزاي ركز بص عندك تقتين تجيبين frequency أول طريقة أن تقول frequency equal n على t ماشي وفا أنت من هنا بقى عندك time of amplitude هو الامplitude ده الامplitude واحد قديمني الwave ربع ويف صحي الكلام أخد time of day 0.01 حل طيب دي بقى تحسبها تطلع معك بكام تطلع معك ب25 هرتز ياما بقى تحسبها بالطريقة الثانية تقول تجيب predict time الأول دي طريقة الطريقة الثانية another solution يعني بص بقى another solution another solution عشان انت متتلقبطش تروح تجيب لي أول حاجة من predict time predict time هو بيسوي أربعة time of amplitude فتعمل أربعة في 0.01 فيطلع معك predict time 0.0 ايه 4 second وتقوم من هنا إيه اللي ان frequency بتسوي واحد على predict time فتسوي واحدة 0.04 فتقوم إيه اللي ان هي من هنا بقى time by twenty four five hertz بضو اللي اتنين طبعا هتلاح نفس إجابة بس ها بقولك ان الحاجة لها إيه كذا طريقة في الحل ودي أحلى حاجة في physics ان الحاجة لها كذا طريقة في الحل طيب يلا بقى ندخل على question number 18 وركز معي قوي في question number 18 ده ليه لأن السؤال حلو ومحتاج تركيز قوي 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 فركز معي the ratio between the predict time والfrequency يعني تاخد predict time وتقسمه على مين على frequency بتسوي واحد على 625 second square فالnumber of oscillations بكامي نعوز منك ال n بكامي وفي time 25 second مديك ال time بـ 25 طيب بصبع ال predict time ده انت عارف ان هما بيسوي ايه مش بيسوي t على n طيب والfrequency بيسوي n على t فأيت لها معك من هنا واحد على 625 الرقم ده اهو انا عملت ايه يا مستر مش ما فهمتش مش predict time بيسوي t على n والfrequency بيسوي n على t كتبت كده بس طيب من هنا يا مستر بتتعامل ازاي دي شايف لو انت عندك كسر هنا وكسر بتعمل ايه dt على n اساسا لو جدت تكتبها صح هنا دي t على n فوق وn على t تحت عارف تعملها ازاي انت دي بتاخد اللي تحت وتشقلبه وتطلعها فوق بالمالتيبلا يبقى t على n ده اللي فوق ده اللي فوق اهو طيب واللي تحت بتشقلبه وتطلعها بالمالتيبلا يبقى t على n بض فتطلع معك t square فوق t في t بـ t square وn في n بـ n square واخر ما ده كان بيسوي كام 1 على 625 طيب بركز معي الـ time square هو مش عيل الـ time في المسئة بـ 25 هو الـ time في المسئة بـ 25 ممكن اعود عنها اقول 25 square equal n square على n square equal 625 من هنا انا اعمل cross multiplication اعمل ايه cross multiplication افكرة اموك اعملها من هنا بالـ shift solve لو انت متفاجع على الفيديو بتاع shift solve هتكتب دي على الالة shift solve وتطلع الـ n بكام لو انت متفاجع تقيت shift solve مش عادي تقيت shift solve خش على القناة اللي اسمها محمد جلال على اليوتيوب play list هتلاقي بقى فيديو اسمه مش basics of physics basics of math basics of math هتلاقي طريقة shift solve موجودة داخلها ومن خلالها تقدر انت تحل المسئة دي على طول من غير cross طيب موجودة انا اكملها ماسا عملا cross تبقى n square equal 25 square 625 طيب ما انا عشنا شيء الـ square دي بحط square root اكتب بقى الرقم ده على الالة يطلع معي كام يطلع 625 بالظبط فتبقى الاجابة تطلع معي 625 لو انت عاوز تصور يلا صور يلا اول screenshot ثاني screenshot اهو بس كده يلا بنا ندخل على السؤال اللي بعض in the opposite figure a flexible road or rating road take 0.01 to move from a to b تبص خلابك من a to b the amplitude يعني ده زمن amplitude الواحد 0.01 second حل من ايه اللي البي ده amplitude عاوز predict time ده ده سهلة predict time بيسوي 4 time amplitude لو معك ماشي 4 time amplitude يبار 0.01 فتطلع معك 0.04 a second اهو طيب amplitude of oscillation بكام خلي بالك هو مديك ده وده كده على بعضه 2 amplitude فهمش ب6 ده 2 amplitude و amplitude يعني يا mister هو مدين 2 طيب بص هو ماشي من B للC من B للC ده كده 6 سنتيم ميتر و time هو اخذ في الحيطة 0.01 والحيطة دي هيخذ 0.01 فيبقى اخذ 0.01 و 0.01 يبقى 0.02 صح كده فالدي لو انت جدت تحسبها على الكالكيوتر تطلعها معك 300 و خلي بقى دي second صح فالتطلع 300 cm per second اهو الاجابة تطلع معك B فيها مشكلة السؤال ده لا يا mister خلاص كمل معي السؤال number 20 which of the following figures represent a simple مين فيهم بيورينا simple اللي عنده frequency اولاية if the time taking from by the bob of the pandemic عشان يمشي من x في كل واحدة منهم ت دا كده ت دا كده ت هو عارض يحف مين اللي عنده aq frequency طب من ال relations اقل frequency عنده اكبر predict time احنا نعمل ايه ان نشوف predict time بتاع كل واحدة فيهم بكام احنا عاوزين اقل frequency اكبر predict time احنا نشوفين اكبر predict time هي بين اللي لدينا مجرد بس يلا نعملها مع بعض لو ديب t عشان نعمل predict time يبا لازم يرجع نفس نقطة اكس تانية ألي تي واري تي تانية اثنين تي واري تي كماني بتاتا تي واري تي كماني بقي اربعة تي ايه predict time هنا اربعة تي ماشي اهو طب وهنا يا مستر هنا يا مستر ادي يمشي من اكس للواري اخد تي طب predict time انه يرجع اكس تاني فيبقى تي رايح و تي راجع يبقى predict time هنا اثنين تي ماشي طب بص بق هنا يا مستر لو دا تي ف desperد transitions الصح AND تامي و تي و تي وهي اكبر من تيت بشوية لماذا اكبر من تيت بشوية؟ وجلز الهوالي هنا و غاية من هسنين كبيرة يا مستر ايه ايه Doesn't ask الغاية من هسنين كبيرة مالثالي هنا يا مستر كان بساوي zero و في الغاية من الذي verdade ما اما كما كلما بمشي كده يا مستر ماعلمش 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 نعكس نعكس الفلوستي هنا الكبيرة والفلوستي هنا الصغيرة كل ما بمشي من الماكسمم للزيره الفلوستي بتقل إن هناك الكبيرة وهناك تاخد فلوستي قريلة فكل ما الصعب بتقل كل ما الوقت ده أنا أخذه بيزيج أنا أعب بطأ سرعيتي وأنا ماشي يبقى أنا أخذ وقت أطول وبرما أوصل بس مش ديك رسطنا لو أنت أوس تفهم دي اتفرج على الفيديو بتاع الكلاس وكشيت موجود هنا برضو على القناة تمام طيب سنقل أن هذا تقديم وديه تقديم rumor وده يعمل أصغر من تي من مكان ثاني فيبقى معرك أكبر من الثمانة تي هذا T و هذا T و هذا أكبر من T و هذا T و هذا T و هذا T ثاني فيبقى معك أكبر من 8T ماشي تبتع له هنا هذا T و هذا هيبقى نص T و نص T كم نص نص إلي واحد و 2T ثم يضغى ثلاثة T ثلاثة T و نص أربعة T هنا يعتبر معي مثلا أربعة T حوالي أربعة T من أكبر واحد طب يا مستر أنا فهمتش أربعة T ما هو ده كلاته T طب ده نص المسافة صح يبقى ده كده نص T و راجع ثاني نص T راجع كده T يبقى معي التين و النصين يبقى كده معي T و T 2 T و نص 2 و نص 3 طب الحيطة دي نص T راجع ثاني بقى أربعة T فهمت؟ طب مين عنده أكبر واحد اهو التمانية T أكبر Predict Time اهو أكبر Predict Time بقى الإجابة الصحة عندي مين؟ الإجابة C هي الإجابة الصحة طب بستة هل ما كانش عاوز أكبر ده كان عاوز أصغر أصغر مين؟ Frequency فمع أنه عاوز أصغر Frequency بقى أكبر Predict Time فيتبقى الإجابة عندي مين؟ فالمساولة الثلاثة بقى المساولية في النصين التمانية عنكب الهو بدأ من X من هنا من كبير Predict Time عنكب الهو يروح و يرجع لها نفس النقطة تاني اخد T طب ركز معي بقى لو انا ماشي باتنين T ادي كده واحدة T وادي كده T التانية يبقى هو يفيد الرجع تاني مين لنفس البوستف اكس ناني تاني راجع نفس البوستف اكس طب ليه؟ لان انا رايح جاي باخد T رايح جاي باخد بيودك تايم T دي لفة كاملة هو كده لف لفتين كاملين فهيرجع نفس النقطة تعمل لفتين هيرجع ويرجع نفس النقطة تاني طب بص بقى لو اخد ثلاثة ونص T طب بص ادي T وادي T التانية وادي نص T لانه مش يرجع بقى T رايح جاي T رايح جاي ف ادي T اواني رايح جاي T التانية رايح جاي T التالت رايح جاي بقى كده نص T رايح بس يبقى نص T مش منين لحد فيين من ال اكس للنجتف اكس فيبقى ساعدتها الاجابة بتاعتي هكون بص كده لشان بس ما تطلق بطش لو اتنين T ادي بوستف اكس طب لو تاتة ونص T هيبقى نيجتف اكس طب خمسة وربع T خمسة و اي يا مستر وربع اكلا انت فهمت بص هوا هيروح ويرجع خمس مرات رايح جاي كده خمس مرات ما فيش مشكلة فوقك منه الربع قد اي الربع يعني معناها امبليتودية واحد النص اتنين امبليتود هدي كده نص ويف طب والويف كاملة يروح ويرجع دي كده ويف كاملة طب الربع رايح تفتكي الهدفين الربع هو امبليتود واحد انه يمشي كده ده كده ربع يبقى لو خمسة يبقى مشي ورجع للأك بوستف اكس خمس مرات والربع هيودي فين لحد الأو يبقى مع الخمسة روبع يبقى وصر عن دي بوينت اي او فيها مشكلة كده لا يا مستر تمام خش على 22 بل اكذوب الغراف يبزينت زياليشن between the displacement of a vibrating body and the time t so the time difference between point P و R ما بين P و R طب دول كام ويف ولا كام اي بص سعيد كده من هنا للا equilibrium position او risk position ادي كده amplitude واحد وادي كده يا مستر amplitude تاني يبقى معي كام اتنين amplitude طب وانت عرف ان amplitude الواحد كام ويف يعني مستر amplitude واحد ربع ويف يبقى ربعين الربعين يبقى كده بتكلم في كام ويف في نص ويف ادي ربع وادي ربع يبقى احنا كده نتكلم في نص ويف يبقى بيسيرها في predict time طبعا صح ده بال predict time لا غلط predict time اللي هو زمن لفة كاملة طب لفة كاملة لا quarter لا هي طبعا ايه half predict time نبدأ ندخل مع بعض على question 23 black the object graph represents the variation of displacement which makes the same harmonic motion with time t فالamplitude of oscillation عاوزيها في amplitude قلنا amplitude ده المسافة لفوق يبقى ماشى من هنا حاد ده هنا 10 او المسافة دي negative 10 او المسافة دي 10 طبعا الامplitude او هناخده ايه الاجابة التن هي او 10 نهي فتبقى 10 سنتميتر يا مستر ما تحت negative 10 ما دي negative amplitude negative 10 ما negative يبقى الامplitude بيقام بتن ولي فوق دي amplitude يبقى الامplitude عطوب بيقام بتن عاوزي predict time طب قلنا predict time في الفيديو بتاع كل السورك هنا ناه يعني بص مسكناه جيبناه من كل الاتجاهات طبعا اوز predict time ابدأ مسلا من هنا يا مستر ادي ربع ويف amplitude التاني التالت الرابع كده اربع amplitude معنى معينة معينة البعض amplitude يبقى ان كده معينة واحد ويبقى الياه كده لايه واحد periodic time periodic time طب هوا كده من السانية اول السانية ايه الخمسة من كده من 1 ل5 كده اربع اربع amplitude يبقى كده واحد ويف يبقى كده واحد كده طب من واحد لخمسة كده قده عادة كامل تأخذ الكبير مريز صغير 5-1 فيبقى معك أربعة الأربعة دي عايفة إنيه مين الـPredict Time من توصي تجيبه يبقى Predict Time بتاعك بكام أربعة ساكن طيب في دي مستر كنت عاوز أخدها عند نقطة تانية زي ما عملنا في Classwork يلا بقى ركز معي ركز معي لو أنا بس عاوز أبدأ من هنا أدي أمبليتيود أدي الثاني أدي الثالث أدي الرابعة كم شيت من طول 6 بأخذ من الكبير مريز صغير 6-2 كام بفور يبقى بردو Predict Time بفور ساكن هلو جدن كده جامل يمست خش على بعض اسأل رقم أباشين جامل جامل خش which of the following graphs represent the relation between a displacement away from x for the bob of the panda in the shown figure and the time t when the panda moves from point x لل y لل z لو أعرف a displacement x طب هو لو كان بدأ عند x يبقى بدأ من 0 أولا سيبقى بدأ منين من 0 يبقى ده مش معي وده مش معي بص أركز معي هو راح كده مشي أمبليتيود أدي كده مشي عند y أمبليتيود أمبليتيود صح رجع عند x يبقى كده ب 0 رجع عند x ب 0 راح كده عند z كده مشي أمبليتيود بس في عكس الاتجاه في عكس الاتجاه يبقى لازه يطلع بال negative يبقى الجراف ده اختاره لو هو قال لي ايه displacement displacement خلي بالك قلنا جملة مهمة قوي في الفيديو بتا امين بتاع الكلاس وكشيت قلنا في ايه قلنا ده نختاره بعه وبعده ومشي أمبليتيود هنا بس بالبسط ده نختاره امتى لو قال لي distance قال لي distance أختار دول قال لي displacement هختار ده distance أو displacement او في مشكلة طيب يلا بيا ندخل question number 25 تماما طيب نختاره يقول امتح بصة نختاره ع banget إذا كان المنزل من المنزل و العملية تتحركة لتعبط مما الوقت والمفلوط لتضبع أبا الفلوط بقى ضبع والمفلوط بقى ضبع ماشي طب ما من الجراف الأول سيبقى هو الصح طب هو ده كان الجراف الأول ماشي كان كم ويف أدي أمفلوط اتنين تلاتة أربعة ويف واحد تلاتة أربعة ويف كمان يبدوكيا اتنين ويف معنى ان فقوانسي تزيد لل page يبقى ضبع مفور لي بنوعية الأربعة ويف تحما بي نبص واحد أمبتους ثنين ثلاتة أربعة ويف واحد ويف كمان ثلاتة أربعة ويف كمان واحد نين ثلات أربعة يبدوكياabar with صح طيب وده واحد ثلاتة أربعة ويتطبائ Blockchain ويتطبائن ثلاتة أمبتamorph 4 Ampitude 2 3 4 1 2 3 4 كده 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 كام ويف بضضة 4 ويف لأنه حد نويف والحدي نويف والحدي نويف والحدي نويف 4 ويف طب ديه ديكد لا لان دي كده Ampitude 2 3 4 ده ويف 1 Ampitude 2 3 4 ويف 1 يدول غلط طيب انا كده الزبط موضوع Frequency طيب Amplitude كده كان على ارتفاعي كان ارتفاعي مربعه ولو الاتفاع هنا نفسي مربع يبقى ده كده Amplitude زي ما هو لما هنا لو انت جيت بص هتلاقي الاتفاع بها مربعين فهنا يا Mr. Amplitude زاد لفوق لان Amplitude بتزيد لفوق والFrequency كل ما بتزيد بتلاقي العرض ال Wave Z فتلاقي Time L يعني Time L بص اول هلك هنا الامplitude لو زادت هتلاقي كرف بده ما هو كان كده تمام هتلاقي ان الكرف بعمل ازاي هتلاقي ان الكرف بعمل كده بقى طالة لفوق اكتر طيب اما لو Frequency هي اللي زادت فبده ما تلاقي الكرف بعمل كده فهتلاقي كرف بعمل ازاي كده هتلاقي ان العرض ال Wave Z نفسها مالها بتزيد يا Mr. طيب من هنا بقى هنختارنا ندخل باكا ندخل على كوشن بلاك ان زي ابزت فجر باكا فهو بيقول لك ثم لفت فو سيمبل همورت موش The total mechanical energy for this body when the air resistance is neglected يعني كنا فيش مقاومة هوا فإيه اللي يحصل طبعا انت عايف ان الميكانيكال الانرجي دي مالها المستار CONSTANT ما بتضغيرش CONSTANT مالها ما بتضغيرش يبا CONSTANT ايه at all points ما بتضغيرش ابدا الميكانيكال انجي وما ميلي بيدغير الكينيتك والبوتنش الكينيتك والبوتنش ويدغيرو الميكانيكال عمو بيدغير طيب يلا بينا تخواع question number 27 The figure shows A load plays on a smooth horizontal surface connected to a spring while moving simple harmonic motion if the load passes point Z عدت الpoint Z بvelocity 0.5 towards left إن هو ميشي لللف كده بصرعة كام 0.5 فwhat will be the position and the velocity of the load after it completes one and a half oscillation لما كمل oscillation ونص طبص احنا نريجي نرسمها تاني هنا كده مع بعض ده الpoints اهي X وده الpoint Z وده الpoint mean Y هو ميشي الاول to the lift كده في الاول بصرعة كده كده 0.5 يعني الماكسمم الفي ماكسمم عند الز ب 0.5 وده ما بتغيرش طيب إنه دايما عند الز ده يفضل 0.5 meter per second ده ماكسمم الفلوسينا تبه ب0 والفلوسينا كان ب0 طيب بص بق هو ميشي الاول ويف ونص طب ويف يبقى ميشي كده الاول amplitude اثنين ثلاثة اربع ويف كده رجئ لنفس position تاني كده خلصت ويف طيب بص بقى بعد كده معايا تاني خلصت ويف رجئ لحد هنا عاوز نص ويف نص ويف الوف كان للا 4 amplitude يبقى النص ويف بيقى باثنين amplitude بس يبقى واحد اثنين كمث ويف وابا انا رج work كده assistant هocide fif cuisine بالمراضي to the a to the right. to the a to the right. يبقى 0.5 to the right. نحن كاب نتكلم عن velocity. الصوريتي 0.5 to the right. حلو الكلام جميل يا مستر. طيب يارا بنتخل عليك question number 28. in the opposite figure if the time taken by the pendulum to move from point x to y. that time t1. and the time taken from the the pendulum to move from y to z is t2. يعني من y ل z داتي ايه? t2. فهو عاوز يعرف منك بقى دلوقتي. the time one قديه من the time to. بص بقى. انت مش انت عايفين نلدي قلت عليك ان ندي الفيلوستي هنا كبيرة والفيلوستي هنا صغيرة. طب ليه? مش الفيلوستي هناك هتمكس عند the rest position. وعند the z. الفيلوستي equal zero. يعني كل ما بمشي كده الفيلوستي ما لها decreases. decreases. يفيدك الكبير هناك الصغيرة. لما السرعيتي يكون كتير انا باخد وقت قليل. اما لو سرعيتي قليل انا باخد وقت ايه? كبير. سرعيتي قليل انا باخد وقت ايه? كبير. فيبقى t2 اكبر من t1. اهي. طيب هو ده الاختيار الصح بتاعي. ان t2 اكبر منين من t1. طيب يلا بيا ندخل على question number 29. the opposite figure represents full position for a body connected to a spring coil doing its vibration. at which position the body has the higher speed? فين عنده اعلى speed? اعلى speed بيكون عند the equilibrium position هنا. فطبعا عند مين? عند نقطة y. عند نقطة y لان ده the equilibrium position. او اللي احنا صعب بنسميه كبان مين? a rest position. بيكون عنده v على طول مالها master maximum. تمام? v بيكون ايه master? maximum. حلو? حلو يا mister. طيب ندخل بها كده على question number 30. the opposite figure shows a simple pendulum that moves in a simple harmonic motion of a periodic time two seconds. حلو. انه ماشي بperiodic time at the am star two seconds. so the time taking from the moment at which the bob is left to move from position x until it has a. بص. الperiodic time كله زمن الاربع amplitude 2 seconds. هو دلوقتي يا mister. اتساب من position x. فبيقولك عبار ما يوصل لل maximum displacement in the negative direction. يهي maximum displacement في negative. لو ده post of x. يبقى ده maximum displacement في negative direction. لو negative x. فوزيح في كام سانية. طب ما هو بص بقى تشوف كام amplitude. ادي amplitude. ادي amplitude كمان. يبقى اثنين امبليتود. وانت عمبليتود الواحد كام wave يا مستر ربع wave. يبقى احنا كده الاثنين امبليتود يعتبروا كام? يعتبر نص wave. لان الامبليتود اربعة wave. يبقى الاثنين امبليتود كام نص wave. لان الاثنين نص الاربع. فلو الواف لو الواف كاملة اربعة امبليتود. يبقى الاثنين امبليتود دول نص الواف. طيب. لو انت بتكلم عن نص الواف يبقى تاخد نص predict time. فيطلع معاك ال time او برما يوصل من هنا هنا. one second. one a.m. second. طيب بص بقى بيسألك بعد كده عن is the maximum speed for the first time. ايه اللي هياخد روقت قديه لانيوصل ل maximum speed for the first time. طيب بص مش هو كان هنا. المكسم speed فين اهو. ده المكسم. ده الكمبيب المزيش. ده الريست المزيش. طيب احنا يمشي هنا. ادي مشي امبليتود واحد. وانت في الامبليتود ده ايه. ربع الواف. يعني ربع الperiodic time. اهو يعني اعمل ربع في توب كام. بنص سكل. يبقى لانيوصل من هنا هنا. هياخد نص سكند بس. وبكان تكون حيات السؤال. ليه؟ لانيوصل ده. زمن اربع امبليتود بثنين سكن. يبقى اول حاجة اثنين امبليتود ليه نص ويف تاخد واحد ثانية بس. قال لي النص. يبقى ده كمان يقلي النص. طيب زمن امبليتود واحد يبقى يقلي الربع. يبقى تو تقلي الربع ليه كام. نص سكن. ما فعلش مشكلة انا اجدهاك باكتر من اسلوب اهو يعام. طيب يلا بينا نبص مع بعض كده على هي tumultSab it. زمنทانية بيولونها بيولينا whether this graph is as well ится in question 31. بيولنها الفلوستي V. The pop of a simple prendaprès and the time T. When it's observed starting from.. انها vuelta من اوكي طيب بص. هو بدء منين من الفلوستي اعلا حاجة. يبقى Salvador voor الذي يكون فين يا ميستر عندا يبا احنا كده يا مستر بيقولك observe starting from the equation or the rest of the position طبعا لان فلوسي بدأ بمكسرم خلاص طيب number 32 the opposite figure presents a body connected to a spring and vibrating between the two points A with D طيب the minimum potential energy of the body is at A عند O a minimum potential energy عند minimum potential energy يعني potential energy بتكون A 0 ألا حق ده بيحصل إمتى لما el-creatic energy يكون maximum وel-creatic energy بيكون maximum فيه عند من the rest of the position فتبقى point O point O el-creatic energy maximum velocity maximum أما potential energy بزير طيب أصبع the opposite figure represents the string vibrating between two points el-x o-z then the-creatic energy of the string is converted together into potential energy when the string moves from A to A هاو بيقول لك الكريتك energy بيبدأ يتحول لبوتنش يعني بيتحول من كريتك لبوتنش X غلط إما من Y ل X لو موجودة كنت تخترتها من Y ل Z كنت تخترتها ماشي يبقى ممكن يبقى ده أو ده طيب أكيز معي بقى في 34 three identical bodies make simple harmonic motion the opposite graph represents the relation between the displacement and time for each of them so the arrangement of the mechanical energy of the bodies طيب أكيز معي إلا عنده أعلى displacement له مش هو كي بيوصل لأعلى height يبقى كي بيوصل لأعلى potential energy يبقى كي معلش اوه بيوصل مع بعض اوه لأعلى potential energy potential energy الماكس بتاعته بيكون عالية يبقى كي بيزود الميكينيكا الانجي بس فطبعا تبقى 1 أكبر من 2 أكبر من 3 1 أكبر من 2 أكبر من 3 فتبقى الإجابة بتاعتي number A طيب وبكده احنا نكون دخلنا على ال-Sequestions بيقول لك what happens to the periodic time of a vibrating object when its frequency gets stable اكسب ليني أنصر أول حاجة ما تخافش من السي انت بص على السيات ليه جميل قوي ويدي درجات يعني انت عندك الفكرة في mcq لو انت غلطت في الاختيار بتاعك وعملت كل خطوات صح ما بتغطيش درجة ملناش دعوة انت ام عاجة تكتلك كده انت بتعملها في الاخر الاختيار انت بترس بتختاره اما الخطوات بكلها اشبع بها مش نعمل بها حاجة مش نديك حاجة ال-Sequestion العكس تماما اي خطوة انت تكتبها بناديك درجة كتبتك قانون بس هنديك درجة على القانون بس يا عم انت ومفتش تحلها هنديك درجة انت ومفتش تحلها بس كتبتك قانون او حاولت انت تعملها اما ال-choose ما بنعملش كده فال-Se هفكها بيجيب لك درجات بس هو هفكها في ايه ان فيه طابة بتكسر تكتب وانا مش هخليك تامك يا خليك تكتب لان انا بخليك تكتب في ال-choose وهتكتب في ال-Se يلا بيلك ايه اللي يحصل ال-Predict Time لو Frequency gets Stable طب ما احنا عارفيني Predict Time inversely مع Frequency لو Frequency زالتها تمرات يبقى يبص رقم ايه اللي حصل ال-Predict Time بقلت لل-A للتلت يبقى ال-Predict Time Decrease to third ده كده اول حاجة طب لو قل لك إكسب لينيو الأنصار اشرح لليه هتقوم معي له على الشيء Predict Time بيساوي اساساً One over Frequency فيبقى Predict Time inversely مع مين مع Frequency فلو الفريكنسي قلت بقت الثلت بقت الثلت بقت الثلت أزادت بقت الثلت أضعاف يبقى ال-Predict Time على بعضه وقلت للايه للتلت فهمت الكلام؟ والله الموضوع بسيط جدا خش على اللقاء وتفهمك Describe each of the transformation of potential and the chaotic energy of the spring In the opposite figure then complete so a complete oscillation starting from equilibrium position طب بص لهو عند الإكواليبريم إكواليبريم إكواليبريم بوزيشن أنا مش عاوز أكتب إكواليبريم بوزيشن أعوز أخليه من إيرست بوزيشن بمعناء صح قل لي كده الفلوستي عندك بيكون ملحة maximum بعد كده يا مستر الكياتيك إيرجي ملحة عند الإكواليبريم بوزيشن بيكون maximum أما البوتينشي بيكون 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 بزير لحد ما يعمل سوينجي كمان يتلع لفوق اني يذكر عند رس بوزيشن تلع لفوق عند maximum amplitude عند maximum displacement ماشي عند maximum displacement إلا يحسن الفلوستي بيكون بزير فالكياتيك انرجي بيكون بزير فالبوتينشي انرجي بكام بقت معك كمان باي بالماكسمم البوتينشي انرجي كده باي باي بماكسمم عندي اعلى هاي يبقى كده مستئلة بيحصل الفلوستي الفلوستي ديكريزيس وهو رايح الكياتيك انرجي ديكريزيس أما مستر بوتينشي انرجي وهو طالع بيانكريز طيب انت داتي هتقوم ايله علشان يمشي من الاكوريبريم لحد maximum displacement إلا يحصل بالزبط هتقوم ايله بكل بساطة الفلوستيات ال كياتيك انرجي بتقل ابوتينشي انرجي مالها بتزيد طيب من هنا هنا العكس تماما ابوتينشي انرجي بيقل و كياتيك انرجي بقى كده بيزيد لانه رايح على الاكوريبريم بوزيشن اهو طيب والفلوستي كده اكيد بضو بتزيد معك عادي جدا 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 هتشرح له كل بساطة و خلاص بقى طيب خش بقى كده على السؤال الثالث the opposite graph between frequency new often of state motion and the reciprocal of the predict time ماشي فو اضعاف منك الانجل دي بكام عملناه في الحصة كذا مرة بس تعال او ما تشوف جرافة انت بتجيب لي مين اللي سلوبي سلوبي سويا ال x او اللي فوق على اللي تحت طيب اللي تحت ده وان على ال predict time ده انت شفتوش في حتة بلكده شوفت يا مستر وان اوبا predict time ده هو هو ال frequency بقى frequency طيب ما frequency ما frequency خالص بقى السلوبي بقام ب 1 انا عاوز اجيب الانجل طيب لهوم يديني انجل اجيب السلوبي ازاي tan theta بيساوي مين اللي سلوبي لو انا عاوز اجيب السيتا بعمل shift tan بعمل shift tan لمين للسلوبي طيب يلا انا عاوز اجيب السيتا السلوبي بقام ب 1 يبقى نعمل shift tan لل 1 فتطلع معي الاجيبه بقام ب 45 ديجري وانا كده 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 كنت اقول لك وموجود عندك في الشرح ان الانجل ما بين frequency و 1 over predict time ب 45 ديجري عايف لهو عمل هلك كده predict time 1 over frequency وعمل لك كده الانجل ده بقام هتقبض ب 45 واثبتناه مع بعض في الحصة تمام طيب يلا بينا نخش على السؤال لبعد the opposite figure shows the motion of the vibrating string فابلك at which point the speed is maximum السpeed maximum فين عندي البي لأن the rest position عندي البيهو at which point is the elastic potential energy of the string maximum الpotential energy maximum عندي الA والC لازدوله A and C ما يفعش تقوله نقطة منهم لازدوله الاثنين ووقفين the ratio between the time taking from the string to move from B to C عشان يمشي من B للC والtime taking عشان يمشي من B للA طيب عشان يمشي كده أو يمشي كده ما الاثنين واحد عشان يتلعى فوقين زي تحت بياخد نفس الTIME يبقى الTIME بتاع T A أي الTIME بتاع B للC والTIME بتاع A للC اللي هو B بص ما علش هو عاوز ما بين مين ومين ثاني هو عاوز أول حاجة من الB للC كده وعاوز الTIME من الB للA لفوق ما الTIME ده Time Amplitude والTIME ده Amplitude يعني الTIME ده بتاع Amplitude 1 والTIME ده بتاع Amplitude 1 مع Amplitude يبقى ايه 1 على 1 يبقى ratio بينهم 1 to 1 يعني ratio كده كده 1 to 1 مش رحصة حاجة الTIME اللي طارع فيه قد الTIME اللي هينزل فيه مصرده اللي طارع فوق Amplitude نزل تحت Amplitude يبقى الTIME فوق قد الTIME تحت يبقى ratio بينهم 1 to 1 طيب يخش مع بعض على number 5 The opposite figure represents two attempts to move the bob in a simple harmonic motion in the first attempt when they displace for distance d1 and then left to vibrate in the second attempt when it's displaced for distance d2 and then left to vibrate ماشي انه هو او مرة تشدد ده وتساب النوع ومرة تشدد d2 وتساب ال vibrate فبيقولك what happens to the Amplitude والمكسوم بوتينشيال انرجي والميكانيكال انرجي والميكانيكال انرجي في الثاني في الثاني في الثاني يعني الامبليتيود حصل له ايه؟ والبوتينشيال انرجي المكسوم حصل تلاقيه؟ والميكانيكال انرجي حصل تلاقيه؟ طب بص تركز معي ده كان displacement وامبليتيود وده كان displacement وامبليتيود انت مش شايف ان الامبليتيود زاد في الامبليتيود عندك ماله Increased طيب قولي potential energy عصل لها ايه؟ مالبوتينشيال انرجي كل مالهات بيزيد يبقى المكسوم عندك مالها بتزيد يبقى هي كمان ايه؟ Increased طيب الميكانيكال انرجي تمام المكسوم زادت يبقى اكيد الميكانيكال انرجي بتاعتك مالها اكيد هي كمان ايه؟ زادت يبقى هي كمان increase يبقى كلهم الثلاثة increase increase ثلاثة increase كل ما بتزود الامبتيو كل ما بتنشيال كل ما الميكانيكال هايزيد لو قالك بقى ايه اللي يحصل للك كينيتك؟ هتوما يقول له في اللي فوق عند اللي فوق فوق بزير طيب ركز معي بعد كده على الجزء اللي جيدة وهو جزء مهم اوي 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 معاك اسئلة higher order thinking skills عاوز دماغك تبقى شغالة ومتفتحة معايا كويس جدا 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 ومتصرحش فورا كلمة لها وركز معايا كويس اوي 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 في الجزء ده بص اول سؤال عندك بقولك in the opposite figure a pendulum vibrate with the frequency دي الفريقونسي بتاعتي about its equipment position z ده frequency هو ماشي دي if the pendulum starts its motion from y هو بدأ من y ماشي through a minute مدك ال time يعني هو مدك ال frequency بستين بكم بهال معلش الفريقونسي مدهلك بهال 0.5 والtime مددك 1 minute إذا انت عارف انه كام 60 seconds لان انت نفعش تاخد time بالminute فهو بيقولك بقى البندم هتعدي جوه position y دي كام مرة او عاوزي number of times يتعدد فيها including the start instant ماشي لمس y كم مرة ونحسب او مرة خالص يعني ايه يا مستر يعني اوز ال n ال n اللمس فيها ال y ما هو انت تجيب ال n ازاي بكل بساطة من الطرانجل بتاعك الطرانجل بيقولك ايه frequency equal n عادي لو انت عاوز ال n هتعملها frequency في ال time frequency بنص اهو و ال time كان ب 60 يبقى عدى 30 بس خلي بالك هو ماشي 30 مرة لمس y وكان بادئ من عند ال y يعني هو مفروض في ال ديئة ال واحدة يعدى اليها 30 مرة بس هو اصلا بادئ من عندها فلازم تزود ال one اللي هو بدأ من عندها لان هو بدأ من ال y فلازم تزود ال one فهتبقى 31 السؤال ده خبيث اوي ليه مستم قلت 30 و قلت 31 لان هو بدأ من ال y هو لمس ال y بسبب ال frequency بسبب ان هو يتصدد على الحاجة 30 مرة بس هو اصلا كان لامس ال y وهو قال لي عد معي including ال starting instant عد معي اللحظة اللي بدأ فيها فهتب قال لي عد معي اللحظة اللي بدأ فيها يبقى انا عدت 31 من 30 طيب ال position Z ال position بتاع Z لامسه كام مرة تعال بيا نشوف مع بعض هو الزد في في اللفة ال واحدة يعادة اليه كام مرة هو في ال y يعادة اليه مرة واحدة او ماشي كده ورجع كده يبقى ادي ويف يبقى كل ويف يبقى كل ويف يبقى كل ويف يلمس ال y كام مرة وان تايم طيب بص بص بقى كل ويف يلمس الزد كام مرة ركز معي ركز معي يلمس الزد كام مرة مرة هو رايح مرة هو رايح يبقى الزد يتلمس مرتين مرتين في كل ويف طيب ما انت عايف ال n بتاع عدد ال ويف جبت اخلاص frequency of time 0.5 في 60 تطلع معك بصورتي ده عدد ال y عدد ال weaves يعني انت عايفت عدد ال weaves وعدد المرات اللي هو بيلف فيها الببرة بتاع البندرم طيب الفكة بانه بيعدي يعني لو ده عدد اللفات 30 لفة هو كل لفة بيعدي على زد كام مرة مرة رايح مرة راجع يبقى هو بيلمس الزد عدد المرات اللي بيوصل فيها الزد كام مرة مرتين في عدد ال weaves يبقى مرتين في 30 يبقى كام 60 عدد فيها كام 60 مرة خلي بالك هو السوق مش محطوط هاي عدد ال weaves مش من فراغ يعني محطوطش نوس اقول له عين طيب ركز باكة بوزوشن x بيلمسها كام مرة مرة وخلاص هو بيلمسها كل لفة بص بقى كل لفة ماشية من ال y لل x لمست فيها كام مرة واحدة بس عدد عليه كام مرة مرة واحدة بس طيب هل هو بدء من عند ال x لا يبقى انا كده اقول كده بيعندي كل wave بيلمسها بمرة واحدة بس وانا مش انا معاي عدد ال weaves بتلاتين عرفت ازاي ما انا عملت ال frequency في ال time هو خلاص مش انا عميلها كل مرة طيب هو هل هو بدء من عندها لا فمزويتش ال one طيب هو بيعدى عليها مرة كل لفة ولا مرتين وثلاثة مرة واحدة بس كل لفة فتبقى هو مش انا عملت تلاتين لفة يبقى عدى عليها تلاتين مرة السؤال ده حلو حلو جدا وكس فيه قوي لان فكرته كمان ممتازة قوي ممكن مرة ابدأ اقولك من عند ال x ابدأ لك مرة عند ال z ابدأ لك مرة عند ال y هل انت هتشوف اول حاجة هو بدء منين ولو سألك عن هو بيلمسه كم مرة دايما هتجيب ال n ال n تجيبها frequency of time دايما frequency of time حلو شفت عد المرات يبقى معك عدد ال weaves لو النقطة بيعدى عليها مرة واحدة زي ال x كده تاخد عدد weaves تحطها زي هاي تب يعدى عليها مرتين تاخد عدد weaves تضبف اثنين تب يعدى عليها ثلاث مرات ودن بيحصلش فانت تاخد عدد weaves تضبف ثلاثة بس دن بيحصلش طيب بدأ من عند نفس النقطة تاخد عدد weaves تزوتها من plus one plus one لو بدأ من عندها بس بشط انه يقولك انه ستارت ان تعد اللي بدأ من عندها انك تعد اللي بدأ من عندها طيب هش عالسؤالي الثاني the figure shows a pandem whose equipped position is at y the equipped position بيقولك the lowest position عند y or setting between the two positions x و z بيتمرجح وين x و z لكده فبيقولك اللي عندك بتاع ال pandem من x لل z فبيقولك ال amputube بكامل the amplitude amplitude هو صح؟ غلط يا صحبي غلط لان نبص الخبسة بيقولك ان ده من x لل z amplitude وده كده amplitude يبقى الفوض دور كده مش amplitude واحد ده اثنين amplitude يعني اثنين amplitude يبقى الامبليتود هاي الواحدة اقسم على 2 يبقى 2 سنتيميتر خباسة خباسة العينة امتى باخد ده كده؟ امتى باخد ده كده يا مستر؟ في الكرفات هاي في الكرفات دي شايف الكرفات دي؟ كده ده اخد ده amplitude واحدة انما لو بيتخبس معك اقرأ السؤال كويس بيقولك ان من x لل z رسمت الجراف ده رسمت الجراف من x لل z اهو يبقى ده كده مش amplitude لان الامبليتود من x رواي بس من x لل z ادي كام amplitude و ادي amplitude تاني يبقى كام amplitude اثنين amplitude طيب عاوز ال frequency بتاعتي حل ركز بها معاي ال frequency بتاعتي هو عبر عن اي اقدر جبها ازاي؟ 1 على ال predict time ال predict time بتاعي فين يا مستر اي 2 ليه؟ لانه دلوقتي راح من ال اهو كانين عند ال x راح لل z رجع ثاني لل x اهو فيبقى مشي كده كام ال ال wave الوحدة مشيها في كام في 2 seconds فال wave تبقى في 2 seconds يبقى predict time بتاعي كام بتوع يبقى بعمل 1 على 2 تطلع بكام ب 0.5 hertz يبقى ب 0.5 am star 0.5 hertz صحيح عندي فهي دي كده ال frequency اللي ها مفوضة يجبها طيب انت اساسا جبت قون ده منين انت نسيت المثلث تاعك الجميل المثلث اللي كان فيه frequency 1 على periodic time frequency 1 على periodic time ما تنسووش طيب من هنا باكنا ندخل على question number 3 معنا بيقولك ايه simple pendulum started the simple harmonic motion from the farthest position away from its equilibrium position هو بدأ من ابعض نقطة عن equilibrium يعني بندرم اهو هو بدأ من ابعض نقطة يعني بدأ من عند مين من عند الامبليتود الامبليتود عنده كريتك انرجي كان بزيرو فلازن نبدأ من عند الزيرو مش هاخد دور هبدأ من عند مين الزيرو حل فبقى لك if the periodic time هي كان T which of the foreign graphs represents the relation ما بين الكريتك انرجي بتعبندم والتايم طب بص هوا كريتك انرجي بزيرو وهنا مستطل عند الاكوميزوشن الكريتك انرجي ماكسم طب دي كده اشنا يمشيها امبليتود واحد والوان امبليتود ده ربعة ويف فتما هو ربعة ويف يبقى انفروض يوصل المكسم في خلال ربعة بريديك تايم هنا وصل للمكسم عند نص غارة هنا وصل المكسم عند ربعة صح بعد النص يعني بعد نص ويف وهو كده وصل ثريتك انرجي بزيرو عشانه عند ماكسم ديسبليسمت صح كده بعد ثلاث اربع وصل للمكسم صح بعد البيديك تايم كامل وصل حد هنا بزيرو يبقى هوا الجراف دي ده هوا مين الجراف الصحي بتاعي طيب نبدأ بعد كده ندخل على اخر سؤال معنا وعاش بجد 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 يا باطل انك وصلت لحد هنا معنى انك وصلت لحد هنا يبقى انتك فعلا قدرت تستحمل وتراجع على اخطائك واحدة واحدة والانا ده اللي انا عاوزه منك تبدأ اللي انت تشوف اخطائك وتراجع عليها وتدوس مع نفسك كده وان شاء الله هتلاقي المادة بتاعت الفيزيكستاتك سهلة جدا باذن الله وقادر تحل وهتبقى احلى مادة معاك بس طول ما انت بتتفرج على الكلاسورك وتشوف في الاسئلة وانا بخطر لك افكارها ازاي وده جميل هوموك كده بالراحة واحدة واحدة تصحح كل انت عملته ما تداش معاي حاجة انا معاك لو عاوز تسأل اسأل اسأل في الكومنتات هنا اسأل جوبتها فيسبوك اسألني عواتساب اي حاجة وانا معاك طيب خش A body suspended by a string is pushed to the right to swing left and right about its equipment position The object graph presents the relation from the moment of pushing through 8 seconds if we consider the direction of motion is to the right in the positive direction then at which moment during this period will be the maximum speed طيب بصبع هو عاوز to the right at the maximum speed طيب الماكسام سبيد يعني معناه displacement لازه يبقى بكام بزيرو تمام يبقى بكام بزيرو وعند التايم يا مستر بزيرو سكند وعند التايم بفور سكند وعند التايم بايت سكند هيكون بيتحرق to the right طيب to the left with the maximum speed هتبقى هو بقى اللي هما الاتنين الدول اللي بقيين اللي what time equal 2 seconds و time equal 6 seconds هيبقى بيتحرق فيهم to the left with the maximum speed طيب امتى يبقى instantaneous يعني ايه static instantaneously يعني يبقى واقف في مكانه طيب واقف في مكانه يبقى الفلوستي يكيد مالها يا مستر بزيرو طيب فلوستي مالها امتى بيكون بزيرو لما يكون potential energy maximum عند الماكسام عندي اعلى حاجة عند الامتلتيوت اهو هن وهن 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 يبقى عند التايم بصبع ده ده عند التايم بوان سكند وعند التايم بثري سكند وعند التايم ب f sec وعند التايم ب السفن خطة بلك بقى هنا عند التايم ب zero full weight ليه مستر ب zero full weight علشان بص كده انت بتاخد زيرو وبكاب تزيد عليهم دايما فور عشان يلف لفة كاملة ويرجع نفس النقطة انه قبلو عند زيرو توزي لائت بعد لفة كاملة ليه لفة كاملة اخذت اربع سوينه هم فيبقى ده توزي لائت طيب هنا بعد اربع سوين كاملة انت خطة باك انت بتزيد ايه اربعات هزود أربعة عفوا عند تايم بـ 12 هيبقى برضو بروح بس لو ده مش موجود معه في الاختيارات فمش نكتبه طب هنا انت ملاحظ ايه هنا انت ملاحظ ايه بقى لما يكون عند التو بقى يعني ده برضو عندك زيرو بس دادتو زيرو يبقى ده لو ده هزود أربعة تمام لان لفة كم تاخد أربعة مني فيبقى بعد أربعة ثوانية هلقى بقى كمان الـ 0 بس دادتو زيرو يبقى يكون ماكسم سبيد طب انستنتينيس امتا امتا يا مستر ياما دايما عند الماكسم ديسبليسمنت سواء يمين او شمال مش تفرق لو انت جدت بصة فكهة ليه هنا وهنا ما بينه مربع ثواني اهم ما بين الـ 1 و 5 ده ماكسم ديسبليسمنت في اتجاه معين مسألنيش رايت و اللفت يبقى مثلا ممكن تقول دول مثلا رايت ودول لفت او العكس دول لفت ودول رايت انت ام عاجب من 1 ل 5 زودت أربعة من سريل 7 زودت أربعة ايه حكيت زودتة بعد يا مستر ما هو اللفة كاملة أربعة ثواني علشان يبقى من مكان ويرجع تلك نفس المكان محتاج لفة كاملة و اللفة كاملة بتاخد أربعة ثواني بانت تزود ربعة ثواني انا بان عاوزك ما تهتمش بربعة ثواني دي لو انت مش قدد تستخدم ربعة ثواني علشان ايه ممكن تكون ايه غريب عليك فوقك من حول ربعة ثواني اشرح عليك بطريقة تانية شوية مختلفة عن اللي انت فاهمه ده ايه هي الطريقة التانية يا مستر بص امتى بيكون واقف ثابت في مكانه لما الـ displacement يكون عند amplitude لما يكون انت عند maximum بص اهو نجيبها لك كده اهي اهي ماشي بص كده لما الـ amplitude يكون maximum يبقى كده الـ velocity كان بزيرو طيب لو هو كان بادئ بص بقى ركز معي هنا نعملها لك بقى برسمة اكبر شوية عشان تفهم انت معايا الدنيا كده هو كان بادئ عند 0 second to the right بادئ الاول يمشي to the right ماشي to the right كده حلو مش to the right يبقى ده بعد 1 second يبقى عند الـ time بـ 1 عند الـ time بعد الـ time بقى بكام يا مستر هنا خليباك الـ velocity بزيرو يبقى عند الـ instant ماشي طيب بعد الثانية التانية يعني بعد 1 second يبقى عند الـ time هو كده ماشي فين يا مستر عند الـ maximum بس هو ماشي ايه طيب مكمل كده يبقى هنا الـ time يبقى الـ time ده ماله يا مستر يعني instant طيب instant time 3 راجع ثاني time before بس الـ time before ده كده هو ماشي نحية مين الـ right ناشي نحية مين الـ right وهكذا بص بقى مكمل كده ثاني time بقى بكام بـ 5 5 seconds instant راجع ثاني كده بقى الـ time بكام بـ 6 seconds بس الـ 6 seconds هو كده ماشي نحية مين ايوه ماشي كنحية الـ left طيب مكمل كده يا مستر بقى الـ time هنا بكام بـ 7 seconds طيب راجع كده ثاني بقى الـ time بقى الـ 7 بقى الـ 7 بقى الـ 8 seconds بس هو هنا توز الـ right هو هنا بيسألك بقى امتى يبقى maximum speed توز الـ right لو انت جدت بصت هتلاقي right اهو بـ 0 بقى بـ 0 توز الـ right كان ماشي في الـ بكده عند الـ 4 بقى كده عند الـ 8 يبقى زيه 4 و 8 اهم خلصت الـ 0 والـ 4 والـ 8 اهم اشتبالين من انت خلصتوه طيب امتى instant ما بيتحركش بص بقى instant يبقى هنا وهنا عند الـ 1 second عند الـ 3 second عند الـ 5 second عند الـ 7 second خلصنا طيب امتى maximum speed توز الـ left عند الـ 2 وعند الـ 6 عند الـ 2 وعند الـ 6 اظن انت خدتها بطريقتين او ممكن تكون 3 طرق كمان اظن كما فيش اي حجة طيب لو انت استيل عندك مشكلة في اي حاجة اسألني يا عم على كوبا فيسبوك اسألني في الكومنتات اسألني في الحصة اسألني في الـ واتساب في اي حد بكده يا شباب احنا نكون خلصنا الـ home work بتاعنا بتاع اول session من كتاب المعاصر واللي كان على درس مين يا مستر الـ oscillatory motion يلا بالتوفيق يا سنة تانية واشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي سلام عليكم باي باي